وعلى صاعد المتصل أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم فواز الحساوي أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على تطوير النشاط المحلي ومعالجة كل المثالب الموجودة كخطوة أولى للعمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وأعلن الحساوي أن أولى الخطوات التي ستتخذ هي إلغاء الدور الرديف المعمول به حاليا وسيعتمد نظام الصعود والهبوط في الدور العام ابتداء من الموسم المقبل ليكون من درجتين أولى وممتازة وتابع أنه سيتم العمل على تقوية الدوري والرفع من مستواه عبر زيادة المكافآت وتنويعها بالصورة التي تزيد التنافس بين الأندية وتسهم في رفع المستوى الفني العام وأشار الحساوي إلى أنه سيعمل على تطبيق نظام الخسخصة في الأندية الذي سيكون الخطوة الأولى لرفع الإيقاف وتطوير الرياضة بالصورة التي ينشدها كل الرياضيين الكويتين